كل شيء يرتبط بالقرآن نسبة عظيم جبريل عليه السلام نزل بالقرآن فأصبح سيد الملاكة وسمي بالروح الأمين ومحمد صلى الله عليه وسلم نزل عليه القرآن فأصبح سيد الأولين والآخرين وأفضل المرسلين القرآن نزل على أمة محمد صلى الله عليه وسلم فأصبحت خير الأمم ونزل في رمضان ونزل في رمضان فأصبح سيد الشهور ونزل في ليلة القدر فأصبحت خير الليالي والله الذي لا إله إليه أن القرآن إذا نزل في قلب إنسان أصبح خير النحس لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلم فإذا نزل القرآن في حياتك وفي يومك أصبح هذا اليوم أفضل يوم وخير أيامك الذي يكون مع القرآن الكريم ترجمة نانسي قنقر